بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحلايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحلايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا يعلم ما كان وما يكون وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فهدى به من الضلالة وبصر به من العمي وعلم به من الجهالة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بدعوته من بعده ونشروا دينه في مشارق الأرض ومغاربها وقادوا البشرية إلى سعادتها فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ووفقنا الاقتداء بهم والسير على طريقهم أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فالله سبحانه قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم الذي فضلها به على سائر الأمم فيجب عليها من الشكر أكثر مما يجب على غيرها عباد الله كثير من الناس اليوم ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعرف ما الإسلام ولا يعرف ما يضاد الإسلام ويناقضه بعضهم يدعي أنه مسلم وهو يعبد غير الله فيستغيث بالأموات ويطوف بالقبور ويدعو غير الله وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو لا يصل الصلوات الخمس ولا يذكي ولا يصوم ولا يحج وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو ينفذ مخططات الكفار التي تناقض الإسلام فالواجب على كل مسلم أن يعرف ما الإسلام أولا حتى يقوم بأداء شرائعه ثم يعرف ما هي مناقضات الإسلام حتى يتجنبها ويقوم بردها ومقاومتها والتهذير منها ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقد بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإسلام قول وعمل واعتقاد وأنه ليس مجرد الانتساب أن يقول الإنسان أنا مسلم وهو لا يعرف معنى الإسلام ولا يلتزم بأحكامه ثم إن الذي يعرف معنى الإسلام ثم الذي يعرف معنى الإسلام أن الإسلام قول وعمل واعتقاد وأنه ليس مجرد الانتساب أن يقول الإنسان أنا مسلم وهو لا يعرف معنى الإسلام الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإسأنا غير وقي نحن وهو نحن الشتف For My S Book وهو نحن تعرف معنى الإسلام اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 كما يتبعون أن 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 يتبعون سلامنا يكون أرواب لأرواب العامل ببام نفسه سلك كل جديد الان فهنا يتجامو الأرواب فهي لأرواب كل جديد سكلا انظر qui دعوا يا رح الان إن أفضل نفسه هم صعراء يتديني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في قناة كعيليات��ها كعيليات أعرفت أسبوع حضر اللماذا셨어요 وأعرف ولم يُ algún إنشاء لا يعرف امني رابراتها اذار وليس عنه و cambiتي لديه و اعرف تجربة وفياته 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 وفعل نفسه وفياته Et cela se fait voir par la parole de la personne plus la conduite de cette même personne. Car appartenir à une communauté, appartenir à une religion qui est celle de Dieu exige de chaque adhérent la connaissance absolue des recommandations de cette religion et à l'opposé, la maîtrise absolue des interdictions de cette religion. Il s'agit là d'un principe basique sans lequel on ne peut affirmer son identité islamique. En bas de l'Islamo. Prenons lesouter Jennés. Alors quand on se dit quand je dis que c'est que vous avez le temps que vous avez choisi le temps que vous avez choisi en particulier ou en particulier. Et vous avez choisi un homme de Dieu et vous avez choisi un homme de Dieu et que vous avez choisi un homme de Dieu et que vous avez choisi la religion ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر تيدين لبان ودترو محمد صلى الله عليه وسلم كا دمني تيدين فلولا كتابل تيدين لبانا تيدين كما سبا ننتان سبا ألا ما ديني فلا داشما ألا ديني كلين دابما دينو الإسلام ألا إسلامي أديني بما c'est très clair depuis la création de ces cieux et de la terre et de tout l'environnement dans lesquels nous nous sitions Dieu n'a pas révélé deux religions après la création Dieu n'a pas descendu deux religions après la création Dieu a révélé une seule religion Dieu a descendu une seule religion Dieu a agréé une seule religion et cette religion s'appelle l'islam et elle est la seule religion qui vaille jusqu'au jour du jugement dernier et cela est justifié par des versets du Coran qui sont les plus clairs qu'on puisse l'imaginer le Coran le Coran nous le révèle par des versets très clairs et cela en citant plusieurs des envoyés de Dieu comme quoi à chacun de ces envoyés il leur a donné comme religion l'islam l'islam le premier messager de Dieu nous va aller je vous invite à aller visiter à aller lire le Coran précisément dans la surate Younus qu'on appelle Jonas quand vous visitez la surate Younus la surate Jonas vous trouverez le verset à partir duquel le premier messager de Dieu a informé son peuple par le verset dans lequel Dieu exprime ceci c'est le messager qui s'adresse à son peuple j'ai été envoyé pour que j'affirme pleinement pendant ma prophétie jusqu'à sa fin mon identité islamique je suis musulman et je dois je mourirai musulman c'est très clair je vous invite à lire ces versets dans la surate Younus il s'agit là du premier messager de Dieu c'est un souvenir mais là les gens qui s'adresse ils ne nous donnent c'est pas avant qu'ils ne m'empêcher qu'ils ne m'empêchent qu'ils ne m'empêchent qu'ils ne m'empêchent qu'ils ne m'empêchent قامت بلا ديني ديني نوتوكو سلاميب ديني لذلك فلساء يمكننا شراء يمكننا لماذا هم لذلك وإذا كنت لدينا وصلنا الهتراس الإسلام يوم إبراهيم عندما يستمر يعمل اعبد lastly닙اء من إردان بعد كلابين Acts وإنها لقد أطرار أطرار إبراهيم ويطرر بعمله الظ大的 إبراهيم النبي إبراهيم يقال المزيزة يتقال هذا وإنها أينا عمنا هذه المستغلة التي تعرفتها. إذا كنت أتتوقع في كلمات المسلمين أنا أتتوقع في مجرد الأمر ومع ذلك الأمر المستغلة التي تصدق في المجال لها تتوقع في كل الأمر وعطائ ومن دورياتنا أمتا المسلمة لك نبي إبراهيم كان بي أيره أنا دينا إسماعيل للموان أبقى أن ينيني ألافه أمتقي ألا نه أن ينيني إسماعيل أنه يسلاميه إذا كان سباتي إسلاميه إذا كان بان كان زوريا بلا جيلن كسباتي إسلاميه نبي إبراهيم كان بي أعطي و ore يخلق ومر في سباتي إسماعيين لأنني أفسون عينا أتوسفى ليس given كسوب لأنه أسابقا ولكن سوى الحقين ش goggles نبي الله يعيقوب وأشيث عن آري chim وأشيث عن الوراق المسلمين المسلمين المترجم للقناة المترجم للقناة يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين نبي موسى بقفوكا جمعي ناسورا اولي منيالينو الالا او كما ايو وكالي سرى الالا كما مننا ونفرونة شهر جليارا فوقا فوقا جليارا ونسفرونة تاكيرا كتابا ناني يوكما مننا موسى ياكا جمع ونسفرونة شهر جمعي ونسفرونة شهر جمعي إن كنتم آمنتم بالله ناسورا اولي منيالينو الالا فعليه توكلوا ايو تيغي سمين الالا إن كنتم مسلمين ناسورا اولي سلاما او لديه توكلوا دفليل 5000 ان avant l'avènement du prophète Mohammed پیس لسولي le prophète Moïse a son tour affirmant à son peuple son identité islamique l'islam n'est pas une religion récente l'islam n'est pas une religion d'aujourd'hui l'islam fut ومع المال أولا و أخيره كل ما تعرفت في المساعدة من المساعدة للمساعدة كم درس ودرس في المستقبل ودرسة ودرسة للمساعدة كما نحن نتشاهد سنة ديوه هذا المصاحب ،ه لا إعجاب أن يستطعب لقائل لا يشعر بقائل كله أدعارة على المساهمة التي تقارب بس يم تحت داخل قائل سمت باريس الأ실ال ومن عمل وتحلق ومن ثقارات للإسلام سوف نحن على مراتك وما يدعى جدية أثناء أن هذا يحصل على هذه الطائرة وأن هذا الطائرة من النسبة له من خضب الله المحيط المسلولى لذلك نسبة الله لذلك فيها سيدة التي تجعلها في مضوحة تجعلها كما تجعلها جدو أنه تجعلها وفي ذلك تجعلها التولير المسجرينة في أرافة وفي ذلك تجعلها سألت نقوم باقي في أضافة المضوحة لابدنير مفتر ديو نبي إسا اهل سنسيجر 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 نفتر لفجر ديو ديو سنسيجر كم لأود روش وليس قران يقول فَلَمَّا أَخَصَعِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُوا أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ أَمَنْ نَبِي إِسَا فَنَا قَالَ مِنْهُمُ الْكَجْمَامَ بُكَيْتِلْ لَغَنْ دِيَمِيَ مِنْسَجِرِ دِيو نَبِي إِسَا يَمُ فَا وَكَجْمَيْ فَلَمَّا أَخَصَعِيْسَا مِنْهُمَ الْكُفْرِ قُمَنْ إِنَّا إِسَا السِّگَرَةِ كَفْرِيَنْ نَتُولَا كَجْمَامَ السِّگَرَةِ دِينَنْ جِيَنِ نَتُولَا كَجْمَامَ اَيَا فَا كَجْمَيْ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ يَلِي جَمِي بِنَكَ نَجْدِ مِنْبَغَيِيَ أَلَا كَمَا أَوْلَا قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنَوْا أَنْصَارُ اللَّهِ جَمَا كُلُفَمْ بَقَوَمَ أَوْمْ بِفْرَيِيكَنْ كَالَكَ دِينَ دَمَيْكَ كَالَكَ دِينَ كَالَكَ دِينَ كَرَةً آمَنَّا بِاللَّهِ وَجَمَا كُلُوِيَا جَبِعَوْنْ لِمَلِيرَا أَلَا لَا وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ عِسَا أَنْبَيَا لَا شَرِيَامَ كَالَا أَمْنِيَا لَا كَالَكَ دِينَ كِشِرِيَامَ كَالَا أَنْيَسْلَا نَوْلِينَ Il s'agit là d'un verset du Coran qui met en exergue l'identité islamique incontestable de l'avant-dernier messager de Dieu Heissa communement appelé le Christ. Ce n'est pas tout. un autre messager de Dieu parmi tant d'autres Yousouf qu'on appelle Joseph. Yousouf, le Coran nous le dit aussi dans un autre de ses versets célèbres en mettant en évidence l'identité islamique de Yousouf le Coran dit ceci تَوَفَّنَا مُسْلِمًا وَأَلِحِقْنَا بِسَّالِحِينَ Nabi Yousouf aïe Allah aïe Allah aïe Allah aïe Allah aïe Allah aïe Allah black Aïe Allah aïe Allah aïe Allah aïe Allah aïe Allah يقول السلام وفي القران هذه النوم هل يقولون لا يعودون ان يقولون الاسلام دين الجن المؤمن الجنين جنين بينهما يوم كما يوم الآن يوم الغناء هم يومي 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 لماذا wonderful تعليق لأ ready مس اسلحة نحسن أ maxتب حonds لماذا نحسن هم quote رمان صفة وق้ون نحن هناك في المناء وبالكورونا في القرآن نحن هناك أيضا قال تعالى وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاصِدُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا في القرآن نحن هناك في القرآن جينو دي بيكا كفمفوة على كرانيانا صلى الله عليه وسلم على كرقم من كلاما غو بيكا كشيوية على كرانيانا منو كمكا يو كمكا يماني جينو كو على كرام وانا من المسلمون على كتدي سلمو بي عون جينو ومن القاسطون وكافر في البانتون ولوفنا بي عون جينو كمني إلا يجيني دان ديني فلمت جينو ما إلا يجيني كلين دون دين الإسلام دين الجين المؤمن ديني وينينا لما نعلم الاسلامي دون لا ما نعلم يكا نسلامي تلك كفر كنا يتدر ليا القراني دلومين داما كفوة على مديني فلمت جينو كمكا كو كوكا أبدا أسلمي الإسلام دين خاتم المريكة والمورسلين أبدا أسلميك تيديو لبان تيديو نفس منتي تيديو نقرثالي ألقا نجون أبدا أسلميك دين لا بين ترجمة نانسي قنقر 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 لا يكون ذلك يكون ذلك المترجم للقناة 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 كثير من المعلومات التي يمكنني إذن سنكسر مدرسي يمكنني أنني شراب في مجرد من أمام المسلمين لذلك مشكلة ليس مجرد هذا ليس لأنني أردت من حدث البيت فيه في حاليه في المترجمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليد لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستحديه ونتوب إليه ونستغفروه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غواه ألا وصلوا وسلموا على خير البري وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وعنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين وللفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحبته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك والتقاك والتباردك يا رب العالمين اللهم نصر من نصر الدين اللهم نصر من نصر الدين والحمد لله رب العالمين بضاعة أعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقاً يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا